أهدين الكرام نحب نذكركم بمسابقة الموجودة على حساب تويتر وهو سؤال احنا حطناه على حساب تويتر اقرأ تي في اللي هو في اي عام تم اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية ممكن تجاوب بالميلادي او الهجري وكمان لازم تكون عامل تري تويت للسؤال ومشارك على حساب على نفس الهاشتاغ اللي هو اقرأ تحتفل بالوطن 88 وكمان تكون متابع حساب قناة اقرأ زي ما شفت استاذ بسام الجميع محتفل والجميع يعني مشاركاتهم مؤثرة جدا يعني من اطفال من كبار من صغار فهذه بتترك اثر في المجتمع بعد حتى الاحتفال يعني يمكن الجميل في طريقة الاحتفال اليوم هو التعدد وتنوع حتى وسائل هذا الاحتفال يعني كون انك تفاعل الجانب الثقافي والادبي او الجانب التلفيهي زي ما ذكرنا على الكورنيش او حتى الجانب التطوع زي زراعة المشجار وغيره انا اعتقد انه في كل مجال ممكن نخرج بمبادرات فعليا فعلا نحتفل بياب الوطن بطريقة جميلة انا برضو شفت للغواصين يعني صحي انه الغواصين بيرقصوا وعرضها ده تحت الماء انا اعتقد انه في كل مجال في فرصة انك تعبر فيه انا اعتقد انه في كل مجال في فرصة انك تعبر فيه انا رجالي سؤال كيف ثبت الشماغ والعقال تحت الماء اكيد بسمك يعني سمك صغيرة تتبسوه ولا ايش بتضب تحب تلكتي بعض صح الفكرة حلوة وانه كيف حتى في مجالنا تحت البحر فوق الارض تحت الارض بنعبر عن حب الوطن في كل حالة فعلا نحتفلين بياب الوطن وانا احس ان شاء الله سنة الجاية في السماء ان شاء الله وفي عروض القوات الجوية الخاصة اذا ما كنت مخطي عندهم ان شاء الله عرض برضو فيه درونز برضو انا ما اعرف اللي سميت التقنية اللي هي الكاميرات الطائرة كيف رح ان شاء الله اعتقد الليوم الليلة أو بكرة رح تسجل كاكبر عالم باستخدام طائرات الدرونز في جنس القامة القيامة